هو مسألة جوهرية بالنسبة لشروط المحاكمة العادلة يعني حضور المحامي ما لازم يبدأ أثناء التقاضي يعني أثناء أمام المحكمة أو أمام قاضي التحقيق المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية تنص على أنه الإنسان كل إنسان تتوجه له تهمة حالما يقع ضبطه له الحق أن يكون معناها مسنود بمحام هذي مبدأ معناها هذي المبدأ علاش خاطر بشي يفهم السادة المستمعين أو المتفرجين يفهموا وأنه راهو الإنسان تجم تنتزع تصريحاته يأما تحت العنف والإكراه يجم يكون معنوي أو جسدي وهذا ما يتمش راهو أثناء قدام قاضي التحقيق متمكن في الأول يعني أي تأخير في إنابة محامي من طرف أنا ما نقولش متهم لأنه مازال مش في طور الاتهام هو راهو ذيك عبارة فما قارينة وأن الأبحاث مش مش تكون حسب علاش؟ لأنه اليوم نحبه ولا نكرهه أحنا معناها عيشنا في منظومة ديكتاتورية اللي مارست ديكتاتورية تتمارس من خلال آليات الأمن وغيرها وغيرها لهنا الإنسان لازم يحس وأنه عنده الحق باش ما يتكلم كان وقتاً يكون بحضور محامي لكن السؤال يتطرح اليوم ها والإشكال أنه عنده مطبوعة اللي يقول لك راهو حاذا راهو سألناه تحبش طبيب قال ليه سألناه تحبش محامي يقول ليه وذيك يصحح عليها والسلام هيكي في حد ذاتها موضع شك كيفاش صحح وهل أنه يعرف حقوقه الكل باش هذو مال كلها مسائل راهو المفروض نوعي بها المواطر وكذلك نوعي بها الأمني علاش لأنه الأمني هو أكثر هو اللي بش يقوم بالدور هذية يعني إذا هو يعتبرها مسألة شكلية فقط راهو مع من حد شيء يولي عنها قانون ما عنده حتى ما عنده لكن لازم هو يكون مقتنع بها وأنه راهو لازم لكل إنسان يقع الاحتفاظ به تبينه الحقوقه الكل كيما وقتين نطلعه في الطيارة هاو كيفاش وكيفاش وكيفاش وهو وقتها يكون عن دراية لما يقول أنا ما نحبش محامي يكون عن دراية أما مش مسألة شكلية هاو صححت في ورقة وأله أعلم تقراتلو ما تقراتلوش فهمها ولا ما فهماش دون كل كونديسون يبدأ مفجوع وخايف دونك هنا هذي هي يعني لابد أنا الأمور هذي تتوضح باش نكونوا فعلا احترمنا الإجراءات احنا بش نتوجدوا قدام شكليات معناها احنا يقول لك في القانون راه ومحاذر البحث ما تاجا مش تطعن فيها إلا بالزور لكن في الواقع فم محاذر تحرر حبينا ولكرهنا وتكون في شكليات مش محترمة فم اقتراح هو فم اقتراح معناها طول حتى المنظمات الدولية تقول لك أنه في الفترة هذيك البرد يعني دوباش ما يقع يقافه وهزينه للمركز العملية هذيك يجب ما تكونش موثقة بيحط اليد فقط وإنما تكون مسجلة بكاميرا هذيك بركة خطر ما نجموش البحث وكل هذيك مكتعرف سري ولكن نقطة هذيك فقط تكون عندها أثر مسجل في المعنى وقتال يصير هالاختلاف هذي نرجع للتسجيل هذيك الحاكم أو القاضي التحقيق أو المحكمة ترجع لك التسجيل في العملية هذيك يعني قبل أن شروع في البحث يعني فما فما إمكانيات تقولي أنت ممكن وش ممكن وقلك أنا ممكن علاش لأنه هذي مش هي حاجة صعيبة راه والتسجيل ما يطلبش احنا مش نجيبه وسائل معاناها تقنية كبيرة وكل وإنما انتع تسجيل كيفاش السيدة ذا وجهت له وبعد ذا قال لا ما نحبش المسألة هذية في العادة تتطرح في الليل معاناها العدم وجود لأثر الكتاب يمش في النهار خط في النهار بحاكم موجودة والوكيل الجمهورية والمساعدين متاعهم موجودين يتوجد في الليل الإشكال هنا هي العائق هو أول حاجة يجب يكون عائق معاناها بشري انت كتجي في محكمة فرضا تجي في محكمة في داخل الجمهورية اللي يكون فيها كان زوز مساعدين فقط مثلا زوز مساعدين ممكن الجمهورية معاناها تجي انت تفرض عليهم أنهم مش يعملوا في المحكمة معاناها قاضي مساعد كي الجمهورية من 15 يوم هو قاد في المحكمة هكا وليه بش وقته ليقع الالتجا لي خطر مش بش يهز المحاضر معاه للبيت بش يلتجا يلتجاوليه بش يقاوه في المحكمة وعنده ختم بش يكون أمور قانونية الإشكال اليوم أول حاجة العدد متاع المساعدين إذا يكون شوية بش يضقوا الكاهل زاد قاضي تحطه قاضي معاناها مساعد كي الجمهورية وتحطه كل يوم وهو ليل ونهار وهو في المحكمة هذي غير منطقي وغير مقبوء اثنين هل أن المحاكم جهزت حتى يتمكن المساعد أراه لست هنا لأدافع وإنما الحقيقة يندفع لأنه هذي حقيقة تحطه في قاعد في كرسي ينتظر هل جهو شي وضعية معاناها اللي تستوجب منه بش يصدر إذن غدي يعني في الوقت في الوقت قد قد اللي هنا هي مسألة إمكانيات إحنا كاقوضات ما نقول عناها ما قلنا لازم يتم هذا ولكن وفر على الأقل كما تشوف أنت بالنسبة للأطباء عندهم إنسان يتمد فيها يرتاح أما قاعد يتحكم عليه بشي بدأ قاعد في كرسي موش هذا يعني تدخل فيها زادة الأمور متع التجهيزات المحاكم مجهزة بمكان مخصص للمساعد اللي بشيقوم بعملية الاستمرار هالموش احنا معانيش معانيش في تونس معانيش إذن الإشكالات هي هذه فهمت الإشكالات هي إشكالات من نوع هكي هذيك عليش تلقاه سواء قضي التحقيق أو المساعد الجمهورية اللي يكون في بيته بيأسير ما يكونش يكون في بلاد أخرى لازم يكون في المكان اللي موجود فيها المحكمة يعني في البلاد هذيك وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال به أنا نقول بيش نتفديو هذا وهذي أنا شخصيا كنت نتعامل هكي وقت كنت في التحقيق كانوا هم يجيبولي الأذون سواء إذن بالدفن أو أي شيء يجيبولي في البيت وين نصح أما موج قد قعدة في المحكمة مربعة إيدي من 6 حتى 8 كانت العملية متع تسيل أنه هو يجيب الأذن كتابة هذا وقت اللي تكون معناها مش مسألة كل دقيقة فما وضعي نشوف إحنا أنت والوضعيات أنت والمدن أنت وال يعني الحجم متاع الإشكالات اللي تقع هذي لكن أنا نقول في كل الأحوال فما بلدان يكون اللي عنده برمانوس فما مكان مخصص حتى من خرج المحكمة يجم يكون في إطار آخر يكون لائق في مكان يجم يبقى في القاضي وقت اللي يستحق يلقاوها هذي 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 إمكانيات لكن نجم نلقاوه الحلو أنا أقول نجم نجم نلقاو مثلا يكون تعامل بالماء معناها إذن من الوكيل الجمهورية في المحكمة يعني مش استحالة فما نجم راه ونبدعه ونخلقه آليات اللي تحمي الأمني وقتين نهارت يتوجهول يقولون لا رك خذيت القرار ويقولون لا أنا عندي أثر الكتابي صحيح ما ها هو الأثر الكتابي أني أنا عندي ميل هكا ولا عندي فاكس المساعد يجم يكون عنده فاكس في دار يبعثوله ويرجع السيناتور بتاعه بفاكس معناها إذا يحبوا يلقاو الحلول ويحسنوا تطبيق القانون ممكن رح أنا نقول إيجا نقول توا في الوقت الحاضر مش ما نحب وش يلقاو الحلول لأنه مازالت العقلية الأقديمة مازالت موجودة يعني عملية الاستسهال وكأنه تعاملنا وككلام تقلت لإيه كهو المشكلة وقتين نربطوها بضمانات وبما فيهم المساعد القاضي يعني الوكيل الجمهورية أو القاضي أو الأمني يراوى أنه هذيك راهي مسألة مسألة تهم حقوق الإنسان مش تهم مش شكلية فقط هي مسألة عندها علاقة بحقوق الإنسان بش غدوة وقتلي أنا نجي نقول راهي محاكمتي حتى صورة تونس في الخارج راوقتلي تمت نقول راهي المحاكمة ذية تمت وفق شروط المحاكمة العادلة نبينها بال أبلوس بي كفاش هي راهي متوفرة فيها يعني هذا هو مهم هذي اللي لازمنا نكون مقتنعين به سواء القضاء سواء المحامين سواء أمنيين وأنه اللي نعملو هذي راهي مش نعملو فيه خطر للتعطيل أو لا لا وإنما بش كل واحد أو الحاجة يحمي نفسه الأمني يحمي نفسه قطر يقول أنا خذيت الإذن المساعد وكي الجمهورية ووكي الجمهورية يحمي نفسه لأنه ممكن فما تجاوزات يقوموا بها بعض الأمنيين وهو يكون ما في بلوش ما جابش يقول له راهوا بالتليفون ولا رانا خذينا هك معناها مش هو يكون أعطيني اللي أنا ذنت وكذلك المظنون فيه ولا المشتبه فيه ما يجمش يتمسك وأنه حقوقه معناها تهضمت أو وقت اللي فما حاجات مثبتة اللي الإجراءات كانت سليمة في في إنجليترا مرة سؤيلة معناها رجل قانون قالوا كيفش تميز ما بين يعني بلاد تحت رم يعني المحاكمة المحاكمات وحقوق الإنسان وكل بلاد ومعناها في نظام آخر ما فهم قالوا قد متلقاوا أحكام فيها بطلال الإجراءات تأكدوا اللي غادي كراه فما احترام حقوق الإنسان يعني راهوا القضاء ثبتوا بالقداوة أن الإجراءات كانت مختلة يعني هنا وقتل ما نقولوش لا راهوا الحكم مشباهي ولا لا بالعكس أنا وقتل نحكم بطلال إجراءات هذا فيها راهوا دم معناها فيها رسائل توجه إذا بطلال إجراءات كانت من قبل مثلا الباحث البداية يعني الشرطة العدلية عنا أحنا دونك لهنا قد ما يكون أحكام مشيت في البطلين ومتوجه اليوم معناها هنا راهوا عبارة راكم لازمكم صالحوا الواحكم إذا كانت بطلين مثلا خرق معناها بعض الإجراءات من قبل التحقيق قلم التحقيق كيف كيف من قبل نيابة العامة يعني فهمت هنا الأحكام ببطلين الإجراءات قدمت تكثر معناها تبين وأنه راهوا هذوكم الناس قاعدين يرخبوا في الإجراءات بطبيعة وفي فترة معينة بتوفى أما أحنا في أنظمة الحقيقة ما زالت يعني ثقافة حقوق الإنسان ما زالت غايبة عند عدد كبير من الأمنين عدد كبير من القضاءات يعني الثقافة متى حقوق الإنسان وحتى المتقاضي في حد وميعرفت شنو حتى حقوق وشنية لهنا أنا نقول هذه معناها العمل على تغيير العقليات مهم جدا أنا اليوم وقتاني نجي باش نحترم إجراء مش معناها سويا كنت أمني أو قاضي مش معناها راني مسيت من هيبتي ولا من لا أنا أنا مطالب باش نحترم الإجراءات باش من بعد لك تكون الإنسان هذيك فعلا تحاكم وحاكمة العقوبة اللي بش يخذها وقتا حتى حتى باش مش يقول راهوا لا وقع ظلم ولا راهوا ما قالش كما هكا ولا شهود ما قالوش هكا ولا ما كافحوش بشهود كل كل الإجراءات لازمها تكون سليمة يعني المسائل الإجرائية راهوا أنا أقول أهم حتى من المسألة الحكمية لأنه بعد ديك في الحكم مسألة اجتهاد المسائل الإجرائية هي مسائل تقنية لابد من احترامها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر